اشتركوا في القناة الانسان على صورتنا كشبهنا فيتصلتون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى بهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدبوا على الأرض فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم معنى ان الله خلقهم على صورته مرات من نقرأ الآيات تجينا هذا السؤال هل الله ذكر أم أنثى الجواب بكل بساطة الله روح الله هو مو مادة شنو معنى انه خلقنا على صورته ممكن نشوف بعض النقاط اللي بتوضح الفكرة أول شيء من ناحية العلاقة الله علاقاتي ولهذا أعطى للإنسان طبيعة العلاقات محتاجين نكون مع ناس محتاجين نكون مع أصدقاء بسبب أنه الله علاقاتي أعطانا هذه الميزة والله علاقاتي مع نفسه بالثالوث أزلي أبدي وبنفس الوقت هو يريد أن يكون على العلاقة مع بني البشر يريد يكون على العلاقة وياك ويايا النقطة الثانية موضوع القداسة الله الوحيد كلية القداسة لكن شارك الله هذه الصفة ويا البشر ويا الإنسان بوقت الخلق بالرغم من الإنسان أخطأ إلا أن كل البشرية تشتاق أن تعيش في النقاوة والقداسة لكن أكيد بدون علاقتنا مع الله ما رح نقدر نتقدس ولهذا الأشخاص اللي بعيدون الناس البعيدة عن الله دائما يخترعون مبررات أو أعمال على مدبلكي تغيرهم وبتقودهم للقداسة النقطة الثالثة من ناحية السلطان من الله خلق آدم أعطاه كل سلطان على كل الطبيعة على السمك والطيور والحيوانات على كل الأرض وأيضا من ناحية الاختيارات والحرية على صورة الله تعني أنه إحنا مخلوقين على صورة الله من ناحية الفكرية والأخلاقية والاجتماعية ولهذا كل بني البشر ثمينين وغالين في نظره لأن كلهم مخلوقين على صورته النساء الرجال الأطفال الشباب أنت وإنت غالي على قلبه إذا يكون عندنا هذا الفهم وهذا الفكر أن الناس اللي حولينا كلهم مخلوقين على صورة الله والله بيحبهم رح تتغير تعاملنا وهي اللي حولينا نبدكر أنت غالي عليه وربي باركك اشتركوا في القناة